شاءت الأقدار أن تتزوج السيدة صالحة عزوزي من بلدية اثنية العابد بولاية باتنة مع السيد عبد الكريم مروان من غزة وها هي اليوم حامل معه في شهرها التاسع تعرفت على زوجي من غزة في تركيا ومن بعد دلنا العقد الأول في سنة 2021 بعد عامين في عام 2023 لما تم رفض الفيزة أنا رحت لمصر ودرت لهزيت الأوراق تاعي العقد والكارنتفامي ادخلت الغزة سنة 2023 في شهر في ذري وعملت عرس الهي وكلش عشت عشت سبعة الشهر وهكي ثمانية الشهر قبل طوفان الأقصى بأسبوع عادت السيدة صالحة إلى ولاية باتنة في زيارة عائلية وبسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة وتدمير بيتها العائلي بالكامل هناك أهي اليوم تناشد السلطات الجزائرية تسهيل إجراءات التأشير لزوجها حتى يدخل الجزائر وهو الذي ينتظر مولودا جديدا بعد أيام فقط قبل طوفان أقصى بأيام دخلت الجزائر وشاءت الأقدار أنه لما جيت ما حنقول لك يعني من حسن حظ يعني لما دخلت صارت هذه المشكلة يعني لو كنت الهي وحا وفي الوضع هذا رح ما نكذبش عليك يعني أوضع سيئة جدا جدا الدار تقصفت وكل بيوت تقصفت بالتالي حب يعني أنا زوجي شوفوله يعني مدوله الفيزا لأنه ثالث مرة نحط ملف الفيزا بغيت يقبلوا له الفيزا لأنه أنا حاليا رحنا نولد لازم هو يشوف ولده أنا بغيت حتى أنا زوجي يكون معايا خايف على رجلي وعلى عيلته لأنه عندنا شهدين في العائلة من بداية الطوفان الأقصى عندنا شهدين ربي يرحمهم ويرحم كل شهداء يصبر أهاليهم وما نكذبش عليك خفت على رجلي صح هي إذن قصة عبد الكريم من غزة وصالحة من الأوراث في انتظار لم شمل العائلة